اليونت الخامس اليوم بهذا اليونت احنا هذا اليونت ما اخذناه طبعا كل المعتاد بالبداية يحكي لك عن احنا هذا اليونت ما اخذناه مصحي؟ يوستر فينا عمستر طيب بهذا اليونت بالبداية يحكي عن ويعني حاتشينا عن المادة بشكل عام ومنطينا انشاء اللي هو بيوتفول فارفا جميل للأبد عندي صديق الي يعتبرني انا مجنون ابو يقول ابو يقول ما راح تحصل وظيفة وامي ضائجة تقول لي انتي ما راح تزوجين برغم ذلك انا كتب التاتو برغم ذلك انا كتب التاتو الشهر الماضي برغم ذلك عندي تاتو عندي تاتو عندي تاتو عندي تاتو عندي تاتو ودقول انا واثقة من نفسي و الى اخره عندي تاتو عندي تاتو عندي تاتو لكن احب هذا الرمز طبعا هو هذا انشاء خليني اطبق القواعد اللي اخذناها وياكم الجملة انشاء مالتنا هذا انشاء مالتنا لازم نعرف انه يتكون من ثلاثة عناصر اللي هو التوبك سنتنس والسابورتنك سنتنس والكنكلودنك سنتنس ودائما الكنكلودنك سنتنس شي سوي تنطيني ختامة او اختلاق خلاص خلاصة الموضوع الآن هنا شي يقول يقول طبعا ينطحنا اسئلة عن الانشاء هذا هو ما راح امره لكن يريد اصلين بهذا الموضوع هو التالي هذه المفردات نحفظ هذه المفردات لازم نعرف يا هي كلمات نستخدمها حتى ناصف الـ people يا هي الكلمات اللي نستخدمها حتى ناصف الـ أماكن ويا هي الكلمات اللي نستخدمها حتى ناصف الأشياء ركزوا لي على هذه الأشياء يا طلع يا أخوان يا أخوان بالله عليكم ركزوا على هذا يعني مثلا هنا موضوع ترى مصاب بس مجرد أريدك تعرف الكلمة واستخدامها مثلا يعني خصافة مثلااً أو مثالية مثالية خصافة أين نستخدمها؟ خصافة مثالية كلمة شايم أو خجول الأحلام أيضاً مثالية خار لأشياء مثالية قيمة أشياء أشياء صعب أشياء أشياء هل يمكن أن تحفظه كل كلمة وحسب سننتقل على طريقة أخرى والبراينستورم أو الفريو رايتنج هي الكتابة البحرة ماذا أن أكثر؟ أكتب إنشاء من خلال الكتاب الحر أكتب بدون ما أفكر لا تفتر لا تهتم لا تفكر لا بالمفردات ولا بالقواعد ولا التنقيض إذا سويت خطأ مو مشكلة عدلة هو طلابنا العزاء الانشاء شن هو الانشاء عبارة عن اكتب انشاء آني عادي وبعدين اراجعه وشوف الاخطاء يعني مثلا كتبت ويعني قلت كتبت انشاء وقلت والله انا عدرش الطلاب قلت مثلا قلت والله سوهير هاي الطالبة سوهير هاي الطالبة بخيلة وهو خوش طالبة بس هي بخيلة بعدين تذكرت يمكن هاي مرة عزمتني بالناد الطلابي قلت هاي صحيح عدت المعلومة قلت لا هاي كريمة هي شن الفكرة انه انا عدل اخطائي ولو هي مبين عليها بخيلة ولا هتعزم بس المعنى لا والله لا والله طيب فهي هاي الفكرة يعني طلابنا العزاء هي هاي الفكرة الفكرة انه انا اشوف الاخطاء اللي انا عندي بعد ما اكتب الانشاء يعني مثلا مثلا احسيركم الشغلة مثلا اكواحد من الانشاءات ولا لا اصولكم ملزمة ان شاء الله على هذا الكتاب ولا لا اخليكم ان شاء الله ان شاء الله تخرجون وتدعولي أصولكم ميها ملزمة بساة راقية يعني فعلا انا قاعد اشتغل عليها هسا قاعد اشتغل عليها هشوف لكم ميها ان شاء الله يعني قبل امتحانات الفاينال مدة راح تكون يومكم يعني ان شاء الله إن شاء الله سبحانه غلط 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 فكرة الإنشاء أنه أنا لازم أكتب مفردات بسيطة بحيث من أقراها أفهمها للمقابل مو أحتاج أحد أشرح ليها يعني ما يحتاج أنا مثلا أكتب عن نفسي لا تكتبون شي نفسه أكتب شي للقارئ الواحد اللي راح يجي يقرأ بحيث يفهم كلامك يعني حاول تكتب مفردات بسيطة هسا المعظلة تشبيرة تشبيرة عندكم شن هي، هل كتب إنشاء ركزودي على هذه الملاحظات موضوع كتابة الإنشاء بكم شراء اولا لازم نعرف نكون الجملة الجملة تبدأ فعل وفاعل مفعول به فعل وفعل مفعول به أنا من أريد أكتب إنشاء اول شي لازم عندي معلومات على هذا الشي الإراح يكتبه ان شنو مسألة كلام موضوع أحتاجه لازم عندي معلومات عدي فمثلا لو قال لي اكتب عن صديقك لازماني اعرف صفات صديقي اجمع الصفات مال صديقي كلهم شنو صديقي مثلا صديقي بخيل صديقي كريم صديقي غني صديقي فقير مجتهد كسلان وإلى آخره بعد ما جمعت هالمعلومات براسي راح أبدأ أقدر ألطش مفردات ليش لن عندك معلومات انت المشكلة بكم شنية تجعل إنشاء تبدأ تكتب قبل تجيبوا تلطش هنا تكتب لك جملة رس الدخ وتعفوا الموضوع فنصيحته لكم من تريدون تكتبون إنشاء أول شي أكتب الصفات أول شي نكتب أول شي نكتب نكتب صفات ذلك الشي اللي أنا أريد أكتب عنه قسم اللغة الإنجليزية صديقي طعام رحلة أي شي أكتب صفاتها بالإنجليزي وبالعربي وراها أبدأ أكتب من أكتب دائما من فعل وفاعل وكمبل فعل وفاعل وكمبل و لا تنسون كلمات خليها تكون بسيطة وأهم نقطة أقل لكم إياها أهم نقطة أقل لكم إياها ويا رأي تكتبونها يومكم يجب يجب حفظ إنشاء نموذجي يجب حفظ إنشاء نموذجي أو إنشاء أو إنشاء أو إنشاء أو إنشاء حفظ مع فهم يجب حفظ إنشاء أو إنشاء حفظ مع فهم لكي لكي نتعود على الطريقة لازم تحفظ لك إنشاء أو إنشاء من الكتاب وتشوف شلون كاتب أو الكتاب وراح تغير وتستفاد وتجمع أفكارك راح تقول للإستاذ يعني شنه نحو لا 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 أحفظ أحفظ وشوف جرب وشوف والله ما تخسر أحفظ إنشاء من الإنشاءات ترجمة وأحفظها جرب وشوف شلون مكتوب حتى أنت من راح تكتب راح تتذكر معلوماتك من خلال الإنشاء أدوات الربوط الفواري سايس والي وباتر إنشاء الله كل واحد من عدكم راح يكتب لإنشاء نفس الحاجة اللي قلت لكم إياه الإنشاء لازم أولا أريد الإنشاء يكون بي توابك سنتنس كينكلودينك سنتنس جملة ختامية والإنشاء مرتب كالمعتاد وحاول تقرأ إنشاءات عن عن إشاءات تقرأ وتطلع على الإنشاءات على ما تعرف تطبق مثله الإنشاء يكون عن صديقك المفضل يعني سهير تكتب عن زينب يعني بشير يكتب عن حسن هاجر تكتب عن أسراء كوثر تكتب عن منا وصفات حقيقية لا تجيبوا لي صفات مو 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 موجوداتها من الواقع مو موجوداتها بالواقع كل طالبة تكتب عن زميلتها صفات حقيقية تكتب لي صفات حقيقية مثلا أنا راح أتحدث عن صديقي واحد يكتب لي ثاني بيناتكم كل واحد عنده صديق تمام باتشير أريد إنشاء ما أريد واحدة وحدة من الطالبات يجع عليه وقال استاذ أنا ما كتبت موضوع ما لا أسوي لكم قوائم وأنتو فلانا هاي سوال افترحنا أكبر من حده أنتو موجودين كلكم بلو قروب كل من عنده صديقة يتواصل ويا الصديق ويكتبوا فهذا الموضوع يعني نعم من عنده سؤال هالسئ سبا مو أخذنا توبك سنتز يعني شلون تكون قوية مو أخذنا توبك سنتز يعني شلون تكون قوية مو قلنا لازم تكون مخصصة لازم ما تكون عامة ولا تكون خاصة حل ما أقدر أقول إنشاء مثلاً أقول عمر أخويا 16 سنة ما رح أكتب ما أقدر أكتب هذا إنشاء مقوي هذا إنشاء ضعيف ليش العنوان ضعيف لأنه جداً خاص وما أقدر أقول مثلاً العراق ما أقدر أكتب إنشاء عن العراق لأنه موضوع عام جداً ما أقدر أكتب إنشاء مثلاً عن تعلم الإنجليزي لازم أحدده مو أخذني هنيا كوثرت تشيني أول مرة تحضرين أرجع أشوف المحاضرات اللي أخذناها بالبداية أنا أعتذر من عندك عبالي أول مرة تحضرين ذن تعاريف ثلاثة كلش مهمات يلا من هو خلي نشوف إنه طالب ما سمعين صوته أبد خلينا نسمع طبقة صوته يلا يهاجر أكبر أستاذ؟ لا يهاجر يلا يهاجر يلا يهاجر محاكو هاجر كوثرت نشت نشت تشت 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 نشت تشت 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 الـ supporting sentence هي الجمل اللي راح تكون بنص أين شاء واللي تربط لي واللي تدعم الجملة الأساسية سموناها support هذن التعاريف حفظ مثل اسمك مثل اسمك تحفظ ليهم حفظ develop إكسبلين هذا ديتلز توضح الديتال عن الـ main ID توضح الديتال عن الـ main idea وآخر شي عندي الـ concluding sentence اللي هي restart والله والله العظيم ذنن يحفظ حفظ حفظ مثل اسمك مثل اسمك تحفظ ليهم ريستيج توبك سنتنس سامرايز تبارغراف تعيد صياغة الجملة الأساسية او رسومتايمز كيف سجسشير بعض الأحيان تقتراح تذكرون اللفة ما الهامبرغر اللي عروفت لكم إياها اين عمدي أستاذ إن شاء الله انطبعت ببالكم أكيد هاي أكل طيب طبعا هذا كل الأشياء المهمة اللي موجودة بالفصل الخامس هنا أكفت شي يسمونه Peer Reviewing Peer Reviewing شنو معناه Peer Reviewing Peer Reviewing معناها أنه إحنا نستبدل الأوراقنا ويا زميلنا وأكتشف الأخطاء اللي كتبها زميلي وأنا أكتشف الأخطاء اللي ارتكبتها أنا بالإنشاء هسه أنا سويت هذا الشي شلون بني قلي شلون هذا ال Peer Editing لازم تفهمونه ركزوا له علي بس خاف يعني يجيب لكم يا اكستينج فايفر وذي كلاس ميت يعني نستبدل ويزف شكرا شكرا